حلم الطفلة صغيرة كانت دائما تحلم انها نقول تعانق السماء أو تلمس السحاب كانت الطائرة جزء وسيلتي الوصول للسماء مرحبا واضح من فاطمة خليفة عمير العنزي أول مهنس الطيران إماراتية تم تكريمي في برنامج أوائل الإمارات في 2015 مصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وكان دائما صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يقول كون الأول فما كنت أتخيل أنا من قائمة الأوائل الموجودة معه وهذا كثت شيء أنا أفتخر فيه كبر الحلم هذا معي وتخرجت من ثانوية عامة وحقت دائما بكريهة الإمارات للطيران وبدأ المشوار كنا متدربة لميكانيكية لما استوينا مهندسين تخصص في أنواع الطائرات الطائرات الإيرباس أو البوينغ التي كانت توفر في طائران الإمارات وكان هذا بشغل كبير ثاني كل مرة يفتح لنا أبواب جديدة للتعلم كان بأكيد تحديات تحدي الأكبر بالنسبة هو تحدي الذات تحدي كوني امرأة أدخل فيه مجال ألقى فيه تحديات ثانية أكون أنا مقتنعة كوني مهندسة الطيران قادرة على تأدية وظيفتي هذه مهندسة ممكن أن يكون كان حكر على عنصر الرجال فقط في البداية لكن في الوقت الحالي أنا أشوف ما شاء الله النساء في كين مجاجة وظلنا لعصر أنه ما فيه فرق بين المرأة والرجل النصيحة اللي دائما أنا أكررها لكل زملائي وإخواني أترك بصمتك في المجال اللي أنت تعمل فيه ما أقول أن تكون الأول خلك موجود في مجالك ابدع واستمتع يعني لا تخاف من الخطوة لا تخاف من الحلم لا تخاف من الشغف اللي موجود كل شيء بدايته ممكن تكون صعبة لكن الاستمرارية فيها اللي يجعلك أنت موجود اشتركوا في القناة